منح أواء الخرجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم وهم من الكلية الحربية ملازم تحت الاختبار أحمد أبو اليسر عبد الشكور مشاهدين الكرام معنا الأول على الدفعة 114 حربية أهلا بيك ومبروك التخرج النهاردة والتفوق حضرتك الله ببارك فيك ملازم تحت الاختبار أحمد أبو اليسر عبد الشكور محمد مبروك أحمد وقل إن تعلمت إيه في الكلية الحربية وإيه المجهود اللي أنت بازلت عشان تطلع الأول على دفعتك حضرتك إحنا أول ما بدأنا دخلنا الكلية الحربية تعلمنا حاجات كتير وكان من أهمها بعض الصفات اللي دي توصلنا للمركز اللي أنا فيه دلوقتي تعلمنا الشجاعة والأمانة وتعلمنا الصبر وتعلمنا الجلد والانضباط الداخل الكلية وتعلمنا الانتماء للوطن وإزاي نحافظ على أرض الوطن والصفات دي كلها قدرت توصلنا إن إحنا نقدر لحقق كل حلم إحنا عايزين نحققه في البلد وقدرنا نتحمله مسؤولية من إحنا صغيرين والغاية دولة الحمد لله ما فيش أي موقف أو أي هدف إحنا بننسع عن إحنا نحققه إلا بنحققه بكل نجاح دايما بالنجاح يا أحمد قل لي تعاملك مع زمائلك خارج الكلية الحربية اللي هم زمائلك السنوات العامة اللي هم داخلوا الكامعات الحكومية العادية الهندسة الطب وكان بيقولوا لك كيف وانت بتقولهم يا على الكلية الحربية والحياة العسكرية داخل كلية الحربية في البداية أول ما دخلت كلية على طول كان فيه ناس كثير بيتكلمني وعلى نظام كلية وكلية إزاي شكلها من جوا وعلى طبع كلية طبعا الكلية هنا حاجة جملة جدا علمتنا حاجات كتير وزي ما قلت حضرك في الأول السفات اللي احنا تعلمناه دي قدرت تخلينا نحقها حاجات كتير في حياتنا والناس كتير كانت تتمنى أنها تدخل الكلية وده شرف لي طبعا أننا موجود هنا في الكلية الحربية وشرف أننا فرد من أفراد الكوات المسلحة تبقولي يا أحمد النهاردة تولي لأسرتك النهاردة أن انت طلعت الأول على دفعيتك تولومي النهاردة طبعا أنا في البداية باشكر والدي والدتي على التعب اللي هم تقبوه معايا جدا خلال الفترة اللي فات دي وخلال فترة الدراسة في الكلية هم تقبوه معايا جدا ووفروا لي كل حاجة وكل الوسائل اللي توصلني اللي أنا المكان اللي أنا موجوتي ها دلوقتي فبشكرهم جدا على الرعاية والاهتمام والوسائل اللي يدروا يفورها لدلوقتي بجد أنا ده أسعد يوم في حياتي إن أنا موجود دلوقتي وإن أنا بتكرم كأول دفع الكلية 114 حربية شرف يا أحمد النهاردة إن أنت سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القادر أعلى قوة المسلحة يكرمك وعلى أساس أن أنت الأول عدفاتك شورك عمل إزاي لما سيد الرئيس يكرمك بصراحة شور ده ما حدش يقدر يوصفه طبعا دي بالنسبة لي تاني فرحة لي بعد فرحة الدخول الكلية والتخرج منها الشور ده بيتمنى أي حد أي شخص موجود في الكلية هنا نفسه ينول الشرف إنه يكون متواجد في الكلية وإنه يتكرم سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وده شرف كبير ليا ولأسرتي والأهل كلهم ولكل شخص موجود هنا في الكلية